السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي اخر دي دي اخر قرارات نزلها وزير التومين في المؤتمر بتاع النهاردة. قبل ما اقولها لكم سريعا اتمنى انتم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. هنزل لكم كل جديد يخص التومين والتعليم واي قرار يكون يهم المواطن. وتعالوا نشوف الكرارات. رفع سعر زجاجة الزيت حد وعشرين جنيه الى خمسة وعشرين جنيه. على بطاقات الدعم. وتطبيق القرار اعتبارا من اول نوفمبر. يعني من اول تومين الشعر اللي جاي. رغيف الخبز بيستحوز على النسبة الاكبر من الدعم بمعدل واحد وخمسين مليار جنيه سنويا وتلاتة مليارات شهريا. جي تكلفة خبز العيش على الدولة. الوزارة لن تستطيع الحفاظ على ارضاء جميع المواطنين. اه كيلو الدقيق بينتج اتناشر رغيف وهذا لا يصح خاصة بعد التلاعب في اسعار رغيف الخبز المنتج خارج الدعم. اذا تم رفع سعر الخبز علينا ان نعلم ان نزالت لم يكن الا لمصلحة المواطن. طبعا دوت الكرارات اللي اللي قالها النهاردة وزير التومين في المؤتمر. تكلفة انتاج رغيف العيش المدعم ستين قرش والناس وعية وفهمة دوت كلام وزير التومين على رغيف العيش. لا يوجد قرار باضافة الموليد على بطاقات الدعم والاضافات المتاحة تخص الفئات الاكثر احتياجا فقط. المستحكون لمعاشات الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي معاش السادات معاش مبارك معاش تكافل وكرامة. الارامل المطلقات المرأة المعيلة اصحاب الامراض المزمنة الكسر الذين ليس لديهم عائل او دخل سابت العمالة المؤقتة العاملون بالزراعة العمالة الغير منتظمة الصائكون عمال الترحيل المهنيون الحرفيون المتعطلون ومن في حكمهم الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد اقصى الفين وربعمائة جنيه يعني اللي بيقبط اقل من الفين وربعمائة جنيه. اصحاب المعاشات في الكطاع الخاص او الحكومي بحد تأميني الف وخمسمائة جنيه يعني المعاش ما يتعداش الف وخمسمائة جنيه. العاملون في الحكومة او الكطاع الخاص بحد تأميني اقصى الفين وربعمائة جنيه زوي الاحتياجات الخاصة. دي الفئات المستحقة لاضافة الموليد اللي قالهم النهاردة وزير التموين في المؤتمر بتاعه. لن يكون هناك شخص فكير الا ولديه بطاق التموين. دوت وعد من وزير التموين. المواطن لا يجب ان يترك بطاقته عند المغبس وفي حالة وجود بطاقة داخل المغبس سيتم غلقه ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن. يعني في ناس بتسيب البطاقة بتاعتها لبتاع العيش يعني داخل الفرن. ووزارة التومين قالت لو نزل تفتيش جوه الفرن. ولقى بطاقة تومين خاص بطاقة تومين جوه المخبس آآ مواطن سيبها. في الحالة دي الفرن هيتقفل والبطاقة هتتصادر وطبعا ودوت حفاظا على حق المواطن. حاليا نتلقى كل هذه المشكلات من خلال سيستم زكي يعمل من خلال الزكاء الاصطناعي. دوت كان قرارات وزير التموين النهاردة وان شاء الله هنتابعونا على القناة وان شاء الله هنزل لكم اي جديد خاص بوزارة التومين. نتمنى ان انتو تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.